يبدو أن الطريق إلى كاركوك بات سالكا أو هكذا يبدو على الأقل في هذه الصور التي حصلت عليها سكاي نيوز عربية من مناطق الاشتباكات قوات البشمرقة مدعومة بقوات التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على سلسلة تلال رئيسية غرب مدينة كاركوك شمالي العراق وأبعدت عناصر التنظيم عن حقول النفط فيها كما سيطرت قوات البشمرقة على مجمع نهروان وقريتين جنوب غربي كاركوك وسط انهيار في معنويات عناصر التنظيم الذين بدأوا بالهروب من جميع محاور كاركوك الجنوبية وتركوا قواعدهم ونقاطهم في القرى التي كانوا يسيطرون عليها باتجاه لحويجة والموصل ومع تواغل البشمرقة باتجاه مناطق لحويجة أكد مجلس الشيوخ عشائر صلاح الدين بأن قوى عسكرية بمساندة مقاتلين من قوات المتطوعين تحركت عبر سلسلة جبال حمرين باتجاه كاركوك واشتبكت مع عناصر تنظيم الدولة مما أدى إلى مقتل 17 عنصرا من التنظيم استراتيجية الهجوم من محاور عدة أتت أكلها بحسب متابع فبعد السيطرة على مجمع نهروان من قبل البشمرقة فوجئ التنظيم بهجوم آخر من ناحية تازف كاركوك على مناطق بشير باتجاه تكريت التابعة لمحافظة كاركوك والله وفق ما التمست وشفت وعشت في هذه الساعات القليلة أعتقد الوضع جيد جدا ويبشر بخير وأعتقد بشرى نصر وتحرير تكريت ستكون قريبة جدا يمكن حتى خارج الحسابات والمتوقع وما ساعد في مهمة تحرير العديد من المناطق الغرة الجوية لطيران التحالف على تلك المناطق والتي أوقعت العشرات من عناصر تنظيم الدولة قتلة وفتحت الباب أمام قوات البشمرقة للدخول إلى تلك القرى بمقاومة تكاد تكون شبه معدومة شكرا